والحمد لله يعني كذلك كان وذلك كان وذلك كان ملتزى الله وصل الله في مسجد كبقية الناس وعاد إلى بيته وعاد إلى بيته وسلم عليه الناس والعلماء وذلك والحمد لله مرات أمه ماذا شروط التي وضعها مثلا في السلام يسيد انضيمان إلى المكونات الأخرى لا هي مشي شروط هي رؤى يعني تصورات ورؤى لطريقة العمل لما يعني في عام 1981-1980 بما وقع ما وقع للشايفة الإسلامية وخرج الإخوة في جماعة الجماعة الإسلامية ويعني استقرنا الوضع هكذا يعني وتجاوبا مع فكرة أستاذ عبد السلام ياسين بتوحيد الجهود قامت هناك مجموعة 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 تضم الإخوة في فاس وإخوة في القصر الكبير وجمعية الشروق أو التبيون وجمعية الجماعة الإسلامية والإخوة التنظيم الطلائع يتبعون لي مستدعي صامي الطار كانوا قلة لكن درسوا في أوروبا وكانوا أخونا ومجموعة التوحيد التي كنت أمتمي إليها يعني سبعة فصائل وأسرة الجماعة برئاسة لم تكن هناك جماعة بعد أنه ما كان يسميها أسرة الجماعة يعني هكذا يعني كيقول نحن أسرة الجماعة وكذا نحن نصدها رسومها إخواننا وكذا فاستمرت هذه الجهود من 81 إلى سنة تقريبا 84 ثم وقع هذه السنة وقع فيها نوع من الحسم فالإخوة في جماعة الجماعة الإسلامية تعرضوا لاعتقالات كبيرة خصوصا في مدينة مكناس فطلبوا مهلة لترتيب أوراقهم الداخلية إذن بقيت سبع مجموعات نحن في مجموعة التوحيد لم نكن نحضر بصفة فعلية ولكن وكلنا الإخوان في القصر الكبير خاصة الأخ محمد دكالي بالنيابة عننا وأنا كلفاني وأنا كلفت وهو وقلت لا نريد أن نضيع الوقت ضيعنا كثير من الجهود وهذه اللقاءات الفتاة لم يعد عندي يعني شخصيا حماس ولكن إذا نضجت الأمور أنا مستعد نحن مستعد أنا ومن معي من الإخوة وكنا نساهم مع الإخوة إذا كانت هناك مساهمة وكنا نساهم من كان الدينامو الذي يتحرك في هذه الأمور لجمع شتاتها للجماعات المتشارية وكان دينامو جماعي من جئتها تقول كل عند رغبة وكان الإخوة في فاس الشهد المشيخي وكذا وما معاه وكانوا متحمسين من هذه الفكرة الإخوة في القصر الكبير في الأسد لسوني متحمسين سي عبد السلام ياسين رحم الله كذلك متحمس يعني الجميع كان هناك حماس من أجل الوحدة الوحدة بعدها بقي هؤلاء فجأت الآن المذكرة حول بناء كيف نبني هذه الجماعة فجأت يعني قضيتان الأولى قضية المسؤولية أو الإمارة كيف تختار وقضية القرارات كيف تتخذ فأنا حسب ما بلغني لأن لم أكن أنا حاضرا ولكن كان يبلغني يعني كل ما يقال يعني باعتباري يعني نائبا عن أخوة في مجموعة التوحيد فالذي بلغني أن المشتد عبد السلام ياسين بالنسبة لاختيار القيادة يقول بأن القيادة تكون بالسند بمعنى بمعنى أن القيادة يعني بغي أن أكون لها سند تربوا إلى رسول الله الله وهم يعني هذا السند هو يعني يقولون الشخص الذي يقول إنه يتوفر على السند لا يوجد الناس أن الله لوح One دعوة هذا السند يعني الصوفية يقولون بأن هناك هم الصوفية يقول أي أنه هناك السند للحديث هناك سند للتزكية وهذا السند للتزكية هو يعني يأتي يأخذه الرجول عن شيخ عن شيخ عن شيخ إلى رسول الله ولهم في ذلك أساند إذا أردت أن تطلع سوف تجد هو هذا ينبغي أن يكون المرشد إذن الإخوة يقولون لا يكون بالاختيار هذا النقاش طويل منذ نهاية الخلافة الرشيدة إلى الآن هذا خلافة مع الشيعة هل الإمامة بالاختيار أم بالولاية هذه التي يقولون هم الولاية هو قال السند هذه قضية التي اختلفوا فيها القضية الثانية هي قرارات الإجمال الإخوان هذه قالوا القرارات تتخذ بالإجمال الإخوان يقولون القرارات تتخذ بالأقليبية كما الرسول صلى الله عليه وسلم هو موحى إليه هذا في غزوة أحد تتخذ القرار بالأغلبية فهو قبيله رغم أنه كان لا يرى يرى هذا القرار فهو يقول لا لا الإجمال يقول للإخوان الإجمال عماش قرار ما غير يتخذ إذن فالإخوان تبين لهم أن هذا الخليط معمره غير يتوحد فشلت الجهود فمشاو الإخوان دي الجماعة هذو كان عضر عندما هم عضر مشاو الإخوان دي اسمهتو دي طلاعي قال لك الإجمال مشاو الإخوان دي وصلت الجماعة قال لك يعني الإمارة بالسند وبكذا هذا الربعة بقى صابرين 87 اسمهتو بدأت الجهود الفعلية لتوحيد بالعمل التي تبنت عليها ربطة المصطبة الإسلامية 1996 وقع الاندماج بين ربطة المصطبة الإسلامية وحركة الإصلاحة الجديدة من كان رئيسها؟ قبل أنها في عام 1990 1990 جاءنا في رابطة المصطبة الإسلامية ما زل ما اسمناها رابطة المصطبة الإسلامية ولكن دمجنا تنظيمات وحركة أموك حركة أموك حركة أموك 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 لتحقوبين الإخوان دي 1990 جاءنا الأخ أبو خبزاء والأخ أبو زيد المقري وجابوا لنا رسالة رسمية قراؤوها قالوا مضمونها أننا توقفنا في عام 1984 وحركة أموك وحركة أموك وحركة أموك فاللقاء الثاني جاء سيباها الله رحمه مع السعب الإله جاءوا بشي اسمتهم بشي استنفو إحنا قبلنا قلنا اليوم رحبا استنفو الجهود ولكن ها فين وصلنا استبشاروا خيرا ونبلغوا الإخوان جاءوا عندنا السيباها اللقاء المقبيل هو سيباها الله رحمه وصافي قررنا استنفو الجهود جاء سيحمد الرئيسونية عند سيبا بالإله من الضرباط بناء على يعني وعدين صابق بشي يلتحق به وانستنفو الجهود فاعتذر له قال له من بعد نتصلوا بكم هذك من بعد نتصلوا بكم استمرت عامين تلك 92 92 عود تم الاتصال بين معنا وكولنا واحد اللجينة فيها ربعة من هنا ربعة من هنا بش يعني اللجينة أعضاؤها بأعضاء الحدودة كي يتم الانتفاق بصرار كي يتم يعني المذاكرة في الأمور التي نبغي تجين بها توحيدها وكذا يعني من حي تصورات من حي تطريقة سير العمال من حي تطريقة الأخير هذا قالوا جاينا استمرت أربع سنوات العمال من 2 وتي حتى الستوتيعين الستوتيعين علمنا الاندماج دمجنا مجلسي الصورة وديل الحركتين ودمجنا المكتبين التنفيذيين دل الحركتين دل الحاتيم وديل الحاتيم ورابطات المستقبل الإسلامي دمجنا هم بجوج دمجنا المكتبين فكولنا منهم مكتبا واحدا ودمجنا مسلسي الصورة فكولنا منهم مسلسي الصورة واحد لمدة عامين كنت الرئيس حين الرئيس خدينا سيحمد الرئيسوني هو رئيس الفترة الانتقالية لمدة عامين هذه الفترة الانتقالية تنفيها توحيد القوانين وإعداد الأوراق الوراق التصورية للعامل وكذي الأخير وصدق عليها في عام ما عادش مكتب انتقالي ولا مكتب دي الفترة العادية